تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناعة سيلفي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار البحتوى قصة الجمعة اللي صورنا طارحين فيها عدد كبير وبدكركم دائما تروحوا عقائمة التشغيل في اليوتيوب تلقوا كمية قصص بتسليكم لفترة طويلة إجت الجولة الدولية الجولة اللي كلنا ما منحبها أو معظمنا عشان أكون دقيق منخاف منها منحكي عنها مملة بس قصة الجمعة رح أوريكم أنه الكرة الدولية ممكن يكون فيها قصص عجيبة غريبة مضحكة حتى بعض الأحيان وحتى لو كانت بالتصفيات ومش في البطولات ممكن تشهد أحداث غريبة ينحك عنها في التاريخ ممكن تتطور الأمور ممكن يطلع صحفيين يقولوا عنها هاي أغرب مباراة شفناها بحياتنا ولو كانت في تصفيات بطولة إحنا ما بنعرفها خلونا نرجع لعام 1994 بطولة كأس اسمها بطولة الكأس الكاريبي هذه بطولة كانت تنعمل للدول الكاريبية انطلقت عام 1989 كانت تتم على جزئين الجزء الأول بيسموه البطولة التأهيلية بتكون على شكل عدة مجموعات ثم بتأهل رؤوس هاي المجموعات لمرحلة أخرى من هذه البطولة بيسموها البطولة النهائية الدور الأول بيكون في دول مختلفة أما الدور النهائي فبيصير في دولة واحدة وبتستضيف بطولة من ثمن منتخبات على شكل مجموعتين طبعا من أبرز الدول الكاريبية للي ما بيعرف جاماي كاترين دادو دوباغو اللي قدمت لكورت القدم دوايت يورغ وأيضا هناك كوبا وهناك هايتي هذه أبرز المنتخبات اللي إحنا سمعنا فيها بكورت القدم من تلك المنطقة بس اللي صنع القصة وأبطال قصتنا اليوم مش جايين لا من هدول الدول ما يعرفهم ولها من دولة اسمها جرينادا مع دولة اسمها بيربادوس ولأنه الحمد لله الإنسان موفق ومحظوظ شوي أنا حاولت أجيب صحفي من إحدى الدولتين وعدد الدولتين سكانهم يقليل واحدة عدد سكانها هي جرينادا 137 ألف وللعلم تعتبر من أصغر 15 اقتصاد في العالم والثاني بيربادوس عدد سكانها تقريبا 285 ألف فكن بدور على صحفي من هناك الحمد لله ربنا وفقنا إنه وصلنا رونالدو جاكس صحفي من بيربادوس وأعتقد شخصيا أن ربما يكون أول صحفي الرياضي من بيربادوس بتكلم مع الجمهور العربي بطولة الكاريبي كانت بطولة سنوية ونسخة 1994 كانت تسمى كأس شل نسمة للشركة المشهورة في مجال الزيوت والغاز وهي شركة عالمية وكانت راعية لتلك البطولة وبما إنها كانت البطولة سنوية فنسخة 1994 كانت نسخة سادسة من هذه البطولة لكن الشباب عايشين في الكاريبي لحالهم مرتاحين قالوا تعالوا نفكر تعالوا نخترع فكرة جديدة في كورة القدم إحنا التعادل ما منحبه ما بدنا تعادل من يوم مطالع طيب اللي بتعادلوا بروح يلعبوا أشواط إضافية على طول ممنوع نتيجة التعادل بس إجا واحد منهم زادها شوي شطح شوي قال ونعمل الهدف الذهبي أو ما كانوا يسموه في قارتهم بأمريكا الشمالية والأكاريبي هناك الموت المفاجئ وقالوا هذا الهدف الذهبي مش حنحسبوا بقول حنحسبوا بقولين لأنه اللي بدافع حنقل لي يتأدب بدل ما يخسر قولين حيخسر قولين بمعنى إذا أنت تعادلت سفر سفر مع فريق وروح تلعبت وقت إضافي وهزمك الخصم بهدف ذهبي تعتبر خسرا بهدفين مقابل لا شيء وهذا يطبق على دور المجموعات والأدوار الإقصائية سواء الدور المجموعات اللي عادي فيه التعادل صار ممنوع ما فيش إش اسمه تعادل من يوم مطالع في بطولة الكاريبي طبعا هنا في مسألتين لازم أوضحهم مسألة محاولة إلغاء التعادل فعلا كانت ترنده وكانت موضة في أوائل التسعينات كثير بطولات حاولت تتخلص منه طبعا هذه محاولات فشلة ومسألة الهدف بهدفين جاي نتيجة تأثر هذه الدول أنه في جزء منها بحب البسبول جزء منها بحب الكريكتز يادة عن اللزوم ونتيجة ذلك عندهم ثقافة النقطة اللي بنقطتين حتى كرة السلة زي بورتوريكوب فالدول في تلك المنطقة منتأثر بفكرة النقطة بنقطتين والهدف بهدفين فحبوا يدمجوا رياضتهم الأخرى بكرت القدم بهذا الشكل وإلغاء التعادل أيضا متأثر أنه معظم الرياضات الأخرى ما فيها تعادل جاءت التصفيات أو البطولة التأهيلية ثلاث فرق في مجموعة واحدة من أصل ست مجموعات وفي المجموعة الأولى عم بيجي بربادوس إغرانادا وبورتوريكوب لا تلك اللحظة ما حدا عارف بالمجموعة ولا بالقرعة إلا أهل الكاريبي ما حدا أصلا كان عارف بهذه البطولة في 23 يناير 1994 بورتوريكوب تبدأ التصفيات بتهزم بربادوس بهدف مقابل لشي ثم جاءت المباراة الثانية جرينادا بتواجه بورتوريكوب بنتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي لكن جرينادا بتروح على الوقت الإضافي لأنه ممنوع التعادل وبتفوز بهدف ذهبي وبينحسب الانتصار اثنين مقابل لشي ثم بتيجي المباراة الأخيرة بربادوس بتواجه جرينادا الحسابات كيف الآن؟ جرينادا بلس اثنين أهداف مع ثلاث نقاط بورتوريكوب عندها ثلاث نقاط لكن ناقص واحد رغم أنها تلقت هدف واحد لكن لأنه الهدف حسب بهدفين صارت ناقص واحد ولأنها فازل على بربادوس بهدف مقابل لشي إذن حسابات بربادوس واضحة لازم تفوز بفارق هدفين على جرينادا علشان تتأهل بدأ اللقاء الثالث بربادوس بتستضيف جرينادا في ملعب بربادوس الوطني دعم جماهير كبير رغبة بالتأهل وهذا الشي عم بيتحقق والنتيجة بتصير اثنين سفر نتيجة بتأهل بربادوس كل الأمور تمام الفريق راي يتأهل حتى الدقيقة ثلاث ثمانين جرينادا بتصدمهم وبتسجل هدف يعني النتيجة صارت اثنين واحد وهذا معناه أنه جرينادا راح تتأهل بفارق الأهداف على بربادوس وعلى بورتوريكو لازم بربادوس تفوز بفارق هدفين اللاعبين اندفعوا حاولوا يسجلوا هدف أربع دقائق قبل اللجوم المستمر نحو مرمى الخصم لكن الإرهاق أو الحالة التوتر وشافوا الوقت قليل أدرك لاعبين بربادوس انهم مش هيقدروا يسجلوا الهدف الثالث فجاءت الفكرة الأغرب والأعجب في تاريخ كورت القدم مدافع بربادوس اسمه تيريسيالي أخذ الكرة راع الحارس يبدلوا الكرات مع بعض وفجأة الكرة عم تدخل مرمى بربادوس بشكل متعمد واضح لا نقاش فيه سجلوا في مرمىهم هدف التعادل ليش لأنهم بعد التعادل اثنين اثنين حيروحوا وقت إضافي بكفيهم فيه هدف انهم يتأهلوا بس حيكون محهم نصف ساعة عشان يسجلوا هذا الهدف مش ثلاث دقائق زي ما هو الحال في تلك المباراة والوقت المتبقي منها طبعا الحارس هو راسي ستاوت وهو حارس بربادوس في تلك اللقاء له مقابل صارت ب2019 بيقول عنها بيقول حاولت أنا أنه أموه على الآخرين أنا والمدافع عشان ما يكشفوا أنه الهدف متعمد بحاجة ترككم مع الهدف وتشوفوا قديش تمثيلهم سيئة حدث التعادل عمبيجي في آخر الدقائق ضايل تقريبا ثلاث أربع دقائق في اللقاء وانطلاقا من قول عمرو بن كلثوم فلا يجهلنا أحد علينا فنجهلوا فوق جهل الجاهلين قرر الرعبي غرينادا يجهلوا أكثر من جهل لعبي بربادوس أخذوا الكرة وحاولوا يسجلوا في مرماهم فانتبه لعبين بربادوس فهموا إنه هدو بديم سجلوا في مرماهم زي ما إحنا سجلنا في مرمانا عشان يخسروا ثلاث اثنين في آخر دقيقتين من اللقاء فانطلق لاعبين بربادوس يحاولوا يدافعوا عن مرمى غرينادا عن مرمى الخصم لا والله ما أنت جايب بحالة جول فلاعبين غرينادا قال طب هلنهجم على الغول الثاني هجموا على الغول الثاني فأصبحت المباراة لاعبين غرينادا بيهجموا على الغولين جولهم وغول الخصم ونجح لاعبي بربادوس بتألق بأنهم يحموا هذا المرمى وهذا المرمى أخذوا الكرة استحوذوا عليها ضيعوا أخر دقيقتين ومحهم الكرة حتى ذهبوا للأوقات الإضافية ورجعت المباراة كرة قدم عادية لاعب بالبربادوس اسمه تريفورتور عم بتقدمه بيسجل هدف الفوز نتيجة على الورق 3-2 لكن لأنه الهدف الذهبي في الوقت الإضافي يعتبر هدفين تعتبر 4-2 وبالتالي تأهل بربادوس مدرب بربادوس وقته كان اسمه جيثي جريفث وهو هي أول مسيرة تدريبية في حياته كانت مع هذا المنتخب لكن ما أثرت كثير عليه استمر 20 سنة تقريبا ما بين مدرب ومدير منتخبات بعض الصحفيين بيوصفوا اللي عمله في منطقته في بلاده أفضل خطة في تاريخ كرة القدم لأن المدرب الوحيد اللي فكر بالعكس فكر بالتأهل من خلال التسجيل في مرمى حارس بربادوس ستاوت بيعطي الفضل بذلك الخطة والفكرة للمدرب فعلا فبيقول قبل المباراة بالفندق نادانا وقالنا إذا حسيتوا المباراة رايحة لأنكم فيزين بفارق هدف بس سجلوا بنفسكم التعادل بآخر دقيقة أو دقيقتين عشان نروح نلعب أوقات إضافية أحسن نقاتل على هدف في نصف ساعة مما نقاتل على هدف بذقيقة كانت فكرة المدرب بلا منازع واللاعبين نفذوها في الوقت المناسب لكن الأغرب كان جواب الحارس لما سألوه طب ليش لعبيني غرينادا لما اجربتوا بحالكم غول ما عصبوا ما نفعلوا قال طبيعي لأنه في تلك البطولة من حقهم يسجلوا بنفسهم طبعا بربادوست أهلت بذلك ولعبة البطولة النهائية ووقعت في مجموعة فيها الدومينيكان وغوادلوب ودريندادو توباقو والفريق اللي دافع عن مرميين أمام غرينادا فش اللي دافع عن مرمى في أي مباراة من الثلاث فتعادل مع الدومينيكان بهدف لهدف وتعادل مع غوادلوب اثنين اثنين وخسر مع دريندادو توباقو بهدفين مقابل لا شيء وبالتالي حل ثالثة وخرج لكن تلك المباراة بهذا الجنوم الحكيناه فريق بيحاول يهاجم على المرميين وفريق بيدافع عن المرميين ما انتشرت كثير ما أخذت كثير ضجة لأن وقتها البطولة أصلا ما كان حدا عارف عنها وثانيا كان التركيز كله على كأس العالم اللي جاي بعد أكم من شهر والأهم من ذلك ما كان فيه سوشيال ميديا لكن ضحيفة التايمز اللي دفتها عنوان جميل جدا بيقولوا قاعدة الكأس السخيفة يعني الكأس الكريبي والقاعدة السخيفة تبعتها تحجب الهدف الأساسي من كرة القدم إنك تسجل هدف بخصبك مش بنفسك جيمس كلاركسون مدرب جرينادا طلع بتصريح شهير بعد تلك المباراة وقال لقد غشوني لقد خدعوني من وضع هذه القاعدة في كرة القدم يجب أن يذهب إلى مستشفى المجانين ليديره هذا ما بيزبط يدير كرة قدم اللي حكى التعادل وهدف ذهبي بقولين هذا بيزبط يدير مستشفى مجانين حسب وصفه وصحف جرينادا كتبت ثاني يوم وقالت لم يكن لاعبون يعرفون إلى أي مرمى يجب أن يهاجموا في آخر ثلاث دقائق هل يهاجموا مرماهم يجيبوا في حلم جول ولا يهاجموا بربادوس ويسجلوا هدف الموضوع وصل الفيفا كانت من يعاقبوا بربادوس لكن بربادوس قدم الدفاع عن نفسها مفاده أساس كرة القدم إني أفوز ولما سجلت بنفسي هدف أنا ما سجلته عشان أخسر نفسي سجلته عشان أفوز فجاء قرار الفيفا لاعقوبات المنتخب هذا لعب ضمن القوانين ضمن الظروف المتاحة لصالحه وليس لصالح خصمه لو كانت لصالح خصمه حنسميها كلاعب بس عمل هذه الحركة لصالحه مبروك على الشاطر وللعلم هاي المباراة اتحاد بربادوس لكنت القدم قبل أكم من سنة بس يعني نشرها وبيفتخر فيها عادي ما بيعتبروا اللي عملوه عيب بيعتبروه ذكاء واستفادة بين القانون موجود طبعا البطولة كلها ألغيت في عام 2017 نتيجة عدم وجود رعاة رسميين لإلها ونتيجة أنه منتخبات الكريبة صارت تلعب أكثر وأكثر مع دول أمريكا الشمالية أيضا بنفس الوقت القاعدة هاي ألغيت تماما بعد نهاية البطولة على طول واللي ألغي القاعدتين مع بعض يعني التعادل وأنه الهدف الذهبي بقلين مع بعض لهوها لأنهم شافوا أنه ممكن تخلق شيء كوميدي لكن وجدت رأيي لافت فعلا رئيس تحرير موقع التدوين الرياضي اس بي نيشن إجرهام مكاري عنده وجهة نظر مختلفة بيقول بمعنى المشكلة ما كانت بأنه الهدف الذهبي بقلين ولا المشكلة كانت بإلغاء التعادل كانت المشكلة أنهم طبقوا القانونين مع بعض وبالتالي صار الموضوع كأنه فرصة لخلق هذا الحدث العجيب والغريب وقال طبيعة كرت القدم يكون فيها قوانين جديدة وتجارب جديدة لكن ما بصير تغير كل القوانين مع بعض لو غيروا بس التعادل ولعبوا طبيعي ما كان هيصير هذا الشيء ولو كان إنه بس الهدف الذهبي اللي بقولين نتيجة التعادل الطبيعي ما كان بربادوس حيفكر يجيب بحاله التعادل لو أنت مش ملغي التعادل لأنه أنت ألغيت التعادل وخلت قاعة الهدف الذهبي الغريبة هالي بهدفين خلقت حادثة غريبة غريبة عجيبة ما شار إشي زيها بكرة القدم موقع بليتشار ريبورت وأنا بقرأ فيه قتل وصف جميل على قصة هذه المباراة الغريبة وقال هذا أكثر وقت في تاريخ كرة القدم كان فيه لاعبين على أرض الملعب جميعهم حائرين مش عارفين يسجلوا في حالهم ولا في خصمهم بالفريقين كانوا يدافعوا عن مرميين ويهجبوا على مرميين كانت كرة قدم بلا اتجاه هذه المباراة كرة قدم ربما أهل البلاد نفسها اللي أصلا كرة القدم عندهم مش الرياضة الأولى ما كانوا حيسمعوا فيها ولا عمرنا حنيسمع فيها لولا الجنون لولا الغرابة لولا الاستغلال اللي حصل لقانون كان فيه ثغرة مش من تبهيلها لكنها بنفس الوقت درس إنه ممكن تتصرف بجنون بغرابة تعمل شي غريب وتنشهر ونحكي عنك بقصة الجمعة لكن ما حدا فينا حيذكر حتى يعني هذه القصة على إنها واو على إنها رائعة على إنها عبقرية هي مجرد قصة غريبة ودائما حنوصفها في أغرب مباراة كرة قدم دولية عرفها تاريخ كرة القدم عندما حاول فريقين يسجلوا في المرميان وبنفس الوقت يدافعوا عن المرميان نوصل هنا نهاية قصة الجمعة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وضروري جدا تتابعوني على سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله